نجحت مصر بتنصيق مع أكثر من 95 دولة في إصدار بيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان في جينيف يصلط الضوء على الدور المحورية الذي تطلع به مؤسسة الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع والتي لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة وذكرت وزارة الخارجية أن البيانة المصرية الذي حضى بتأييد من مختلف المناطق الجغرافية أكد أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير محددة لضمان أوسع لدعم وحماية هذه المؤسسة الاجتماعية وتعزيز وحدتها واستدامتها والمحافظة عليها وكذلك العمل على خلق بيئة مواتية لنمو ورفاهية أفرادها لأسيما خلال مواجهة الأزمات وهو ما تجلى خلال الجائحة الحالية